بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين متابعين ومتابعات المشاهدين والمشاهدات تلاميذ التلميذات مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية في هذه الحصة سننجز حصة التطبيقات الكتابية صحة 23 من كتاب الجديد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي ذلك أول سؤال أقرأ النص وأكتب علامات الترقيم الناقصة ذلك علامات الترقيم الناقصة هناك علامة السفام هم علامة تعجب علامة السفام ثم النقطة سوف نقرأ النص ونضع علامة ترقيم الناقصة العنوان ما أجمل الأزياء المغربية إذن ما أجمل الأزياء المغربية هنا نضع علامة تعجب لأننا نعم وعجبنا بالأزياء المغربية هل تعجبكم الأزياء المغربية؟ نعم إذن هنا نضع علامات الترقيم الناقصة نعم أنا كذلك أعشقها عشقا كبيرا إذن هنا سوف أضع أضع فاصلة أعشق الجلباب والقفطان المغربيين فاصلة أعشق الطربوش الأحمر لخيوطه السوداء فاصلة أعشق حضور الحفلات والعراس حيث يرتدي المغاربة صغارا وكبارا أزياءهم تقليدية نعم فاصلة فتختلط الألوان الفاتحة بالألوان الغامقة فاصلة وتمتزج استصميمات العتيقة بالعصرية ما أروع الملابس المغربية؟ نضع نقطة هنا السؤال الثاني نعم ماذا لدينا في السؤال الثاني؟ لاحظوا معي أستخرج من النص الكلمات المتضادة إذن في النص كلمات المتضادة سوف نستخرجها ونضعها في هذا الجدول إذن لدينا الكلمة ضدها إذن لدينا نقرأ نص ماذا لدينا؟ هل تعجبكم الأزياء المغربية؟ نعم أنا كذلك أعشقها عشقا كبيرا أعشق الجلباب والقفطان المغربيين أعشق الطربوش الأحمر بخيوطه السوداء أعشق حضور الحفلات والأعراز حيث يرتدي المغاربة صغارا وكبارا أزياءهم التقليدية إذن هنا لدينا كلمتين متضادتين لدينا صغارا ثم كبارا فتختلط الألوان الفاتحة بالألوان الغامقة لدينا هنا الألوان الفاتحة والألوان الغامقة وتمتجز التصميمات العتيقة بالعصرية لدينا كذلك العتيقة ثم العصرية إذن لدينا هنا ثلاثة الكلمة سوف نكتبها هنا نكتب صغارا صغارا ضدها ضدها كبارا ثم لدينا الفاتحة الفاتحة ضدها الغامقة الغامقة ثم لدينا العتيقة 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 ضدها العصرية نعم نمر الآن إلى السؤال الثالث ماذا لدينا أنشئ من الكلمات ثلاثة جمل مفيدة وأضع علامات رقيم مناسبة إذن عندي الكلمات المباترة هنا الجمل مرتبة بمعنى أرتب هذه الكلمات لكي نحصل على جمل مفيدة إذن لدينا الكلمة الأولى القطة أطعمت أمينة إذن ماذا نقول كجملة فعلية نقول أطعمت أمينة القطة أطعمت أطعمت أمينة القطة نقطة أطعمت أمينة القطة هذه جملة فعلية القطة كل رقية تلاعب يومين إذن كذلك هنا نبدأ الجملة بفعل نقول تلاعب رقية تلاعب رقية رقية القطة تلاعب القطة تلاعب رقية القطة كل يوم كل يوم نعم تلاعب رقية القطة كل يوم ثم لدينا هنا السبت يوم صافر علي هل إذن هنا ماذا نقول هذه جملة استفهامية نقول هل 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 سافر علي هل سافر علي يوم السبت يوم يوم السبت يوم السبت نضع علامات استفهامي أننا نطرح سؤال إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة نضرب لكم موعد في الحصة مقبلة بحول الله أشكركم على انتباهكم دمتم في حفظ الله ورعيته وإلى اللقاء